ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده معانا الحامل اللي تقدري ان انت تثبتيه عندك على اقدار الحمام بكل سهولة وتثبتي عليه مجافف الشعر الخاص بيكي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك ان انت توصلي لها فتقدري من خلال الفرشة دي تنظفي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها اداة مميزة جدا بتساعدك انك تمسك بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدري ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدري ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدري ان انت تغسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية بعد كده هنشوف عندنا حامل او منظم لادوات مختلف التنظيف زي الممسحة او المكنسة وهو يعتبر من الرفوف لذاتية اللاصق يعني مش بتحتاجي لأي مواد لاصقة عشان تسبتيه على الجدار بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخرطوم اللي بيساعدك ان انت تنجزي كل المهام اللي بتبقى موجودة عندك في البيت سواء لو انت عايزة تنظفي سجاد او تملي حاجة مية باستخدام الخرطوم ده تقدر ان انت تنجزي كل الحاجات دي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تسبتيها عندك على مصفة حوض المطبخ وبعد كده تقدر تلمي كل بواي الاكل والاوساخ اللي تصفت عندك في حوض المطبخ بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا منظمات الهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدلاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوة الدلاب هنا هنشوف عندنا نوع من انواع الشماعات اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على المنشر وتنشر عليها كل المليات او كل البطاطين اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنشوف عندنا غطى الماكرويف والغطى ده بيساعدك انه يحفظ لك على مضافة الماكرويف وان اي حاجة هتسخانيها فيه هتفضل طرية او طازة اكنك لست عاملها دلوقتي بعد كده هنا عندنا القطع السيليكون دي تقدر ان ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة كده وتستخدميها في تثبيت ادوات التنظيف المختلفة او الدوش بعد كده عندنا القطع البلاستيك دي اللي بتساعدك ان انت تخسلي على اديك مختلف الهدوم يعني لو انت بتفضلي تخسلي على اديك فالقطع دي بتساعدك وبتسهل عليك جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تثبتي عليه الاحزية بتاعت الحمام بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع السيليكون اللي هي تعتبر اخطية للاطباق وطبعا هي بتيجي باحجام مختلفة بحيث انها تتناسب مع حجم مختلف الاطباق او الكوبايات او المنظمات اللي عندك وغير كده هي بتساعدك على حفظ الحرارة وكمان بتمنع ان الحاجة اللي انت يمنظمها في الطبق او المنظم ده متقعش منه وبعد كده هنا عندنا مجموعة من المقابض الخاصة بغطيان الحلل او غطيان التصاد طريقة تثبتها على الغطيان سهلة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مصفة الاطباق والكوبايات ومختلف لوازم المطبخ تقدر ان انت تصف عليها كمان الخضار او الفكهة تقدر ان انت تثبتيها عندك على الحوض وتصف عليها كل الحاجات دي وغير كده كمان تقدر ان انت تستخدميها كصرية للتقديم هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تثبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظمي به صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفة من تحت يعني اي مية بتيجي على الصابونة هتتصفى لوحدها جوه المصفة الموجودة في المنظم ده هنا معانا الغطا او الواقي الخاص باجباس الكهرباء تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على اجباس الكهرباء في المطبخ او في الحمام وهو طبعا من مميزاته انه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك اجباس الكهرباء دي ان هي ما يوصل لهاش اي مية بعد كده معانا مجموعة من الكوبات البلاستيك اللي تقدر ان انت تنظميها من خلال المنظم اللي بيجي معاها بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معاها فرشة بتساعدك ان انت يتوزع الزيت بشكل متساوي على الحلق او الصينية بتاعتك وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها جوتيون الحلل او المعالي اللي انت بتستخدميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك ان هي تفضل نضيفة وان المبخ يفضل منظم ومرتب بعد كده هنشوف عندنا قطعها تقدر ان انت تقطعي بيها الخضار او الفكهة او اي حاجة انت عاوزيها على شكل شرايح متساوية بطريقة بسيطة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفى الشبكة وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدر تقدر ان انت تستخدميها في تصفية مختلف الاكلات اللي بتقليها في الزيت زي البطاطس او الفراخ او المكرمشات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او اداة تسبيت طريقة تسبيتها على الجدار سهلة جدا والاداة دي بيجي متسبت عليها كذا شماعة طبعا تقدر ان انت تسبتيها عندك في المطبخ وتنظم عليها ادوات ولوازم المطبخ وتقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزاها وتسبتيها عندك في اي مكان في البيت وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمختلف انواع واشكال الديكورات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا بيكون في منه كذا تصميم وكذا لون وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو يعتبر مكتبي يعني تقدر ان انت تستخدميه في الشغل او على المكتب وقت الدراسة بحيث ان المشروبات بتاعتك تفضل سخنة وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدر ان انت تسبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تسبتي عليه الاحزاية بتاعت الحمام وهنا معنا اداة التنظيف او الفرشة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الحوض وتنظفي بيها مختلف احجام الكوبيات بكل سهولة وتقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة لتنظيف المواعين والاداة دي بتيجي معاها كزا كطع عبارة عن اسفنجة وسلكة في نفس الوقت تقدر ان انت تستبدلي الكطعة دي بكل سهولة وتنظفي من خلالها كل المواعين اللي بتبقى عندك وتقدري كمان ان انت تنظفي بيها الحود او البتجاز ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر النيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايةا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول التلات طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اصدقكم في راية اللي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة